هو يجتهد العالم الهولنديكي يجتهد في العلاقة بين ترتيب الكواكب والزلازل هو يدرس تغييرات في الحقيقة هي تقع تغييرات بسيطة في الجاذبية الأرضية بفعل هذا مصار الكواكب وتباعدها والتقاءها في واحد الاتجاه ومفعول ذلك على الزلازل كانت هناك دراسات أظهرت في السابق أنه ليست هناك علاقة مباشرة بين الزلازل يعني مبنية على الإحصاءات لكن دائما هذه الملاحظات وهذه الإحصاءات وجريت في فترة زمنية سابقة يعني هذه المسألة منذ خمسين سنة يحاولوا يعملوا العلاقة أو أكثر لم توجد علاقة واضحة هذا لا يمنى من أن بعض الصحة موجودة في هذه الملاحظة نعم لذلك دائما تأخذ من الجانب البحث العلمي للتأكد منها إذن ممكن هو يشير إلى منطقة يمكن الزلازل يظهر في منطقة أخرى لأن المشكلة أنه ما نعرفوش مستوى الضغط بالضبط في القشرة الأرضية فين زايد وفين نقص هذا ما عرفينه مستحيل مستحيل الفوالق والصدوع كيلومترات تحت الأرض بعدناش نظرة مباشرة على ما يقع في هذه الأعماقات إذن نبقى وكنا ملاحظين في هذه الحالة هذا ضروري لأنه أفتح مجال النقاش في هذا الموضوع وكل واحد يشاهدون من أحية الإختصاص لأن حتى بعض الإخصائيين في هذه المجالات عندهم تحفظات في هذا الموضوع ونخذه بآراء جميع لأنه لديه فكرة دائما تسجله وندره مقارناته بالأحس ضروري هوية بريس نحو إعلام هادف